بنرجع بيكم أصدقائي لإلسا وأنا بس وهم كانوا صغيرين باباهم الملك كان بيحكي لهم قصة غريبة يلا بينا نعرفها سوا بيحكي لهم عن قوم اسمهم نور سالدة وكانوا عايشين في الغابة وبتحميهم بقوة طبيعة الأربعة النار والهوى والمية والأرض وده اللي كان مخلي حياتهم مختلفة شوية عن بقية الناس بيتعرف عليهم الملك واللي كان ساعتها أبو الملك الحالي وجد البنات الصغيرين اللي بيسمعوا القصة بيبنلهم الملك سادة علشان يجمعوا المية وراه كبادرة سلام يعني منه نحيتهم بيروح بعدها هو ودنه اللي بيحكي القصة دلوقتي علشان يحتفلوا معاهم بانتهاء بناء السادة بس فجأة بيهجموهم قوم نور سالدة دول أبو الملك بيموت في الحرب واللي خلت الغابة تغضب عليهم وقوة طبيعة هاجت وهو نفسه وقع مغمى عليه بيسمع بعدها صوت موسيقى شغال بفي حد بينقذوا بس ما كانش عارف هو مين بيرجع البلد بتاعتهم تاني وبيعينوا الملك بدل أبو الملك اللي مات وبيقولهم ان دي آخر مرة راح فيها للغابة لان من بعد الحادثة دي بقى فيه ضباب شديد قوي بيمنع ان اي حد يخرج منها واي حد يدخل لها انا كانت مستعرابة قوي من تصرفات الناس دول وازاي جدهم الملك يهديهم بجسر وهما يعملوا معايا كده مامتها بتعرفها ان اللي يعرف اجابة السؤال ده هو النهر لان هو اللي يعرف اجابة كل حاجة بنرجع بعدها البنات وهم مجبار وبعد ما بتدور احداث جزئنا اللي فات واللي في اخره إلسا رجعت للقصر تاني والناس كلها عرفت قدراتها اللي هي التحكم بالتلج وتقبلوها على كده وانا هي كمان لقيت حب حياتها وقولة في رجل التلج بقى عايش تحت الشمس زي ما كان بيحلم إلسا كانت بتسمع موسيقى جاية من الغابة واللي كانت نفس الموسيقى اللي باباها سمحها زمان وهو صغير أنا بتلاحظ ان اختها متوترة وبتحاول ان هي تطمنها وبتقولها ان كل حاجة هتبقى كويسة بالليل بتصحى إلسا من الصدة تاني والمرة دي بتخرج علشان تشوف الصدة جاي منين وكانت مستغربة ازاي ما حدش فيهم سمع الصدة غيرها هي وبس وكمان قوتها بتزيد قوي وبتكون بالنرات تلج كتير على شكل عناصر الطبيعة بس مرة واحدة الاشكال دي بتختفي وبتصحى بالباية بعدها من كل مكان بتضرب البلد عصفة قوية والارض بتتهز من تحتهم بتفهم إلسا ان عناصر الطبيعة بتهاجم البلد بتاعتها فبتطلع الناس كلها من البلد قبل ما تضربهم كل نار وتولع في المكان كله بيجي لهم الأجزام اللي كانوا عالجوها قبل كده بيعرفوها ان لازم قلبها يبقى قوي لان غضب عناصر الطبيعة دون عايز قلبه قوي علشان يستحمله بيعرفها الملك بتاعهم ان فيه سر حصل في الماضي بتاع جدهة ونرسل ده وان لما معرفناش ايه اللي حصل فعلا وحاولنا ان احنا نصلحوا مش هيكون لبلدهم دي مستقبل بتكرر ساعتها إلسا ان هي تروح للغابة علشان حاسة ان الاجابات اكيد هتكون هناك وطبعا اختها انا وكريستوف وولاف مش هيسيبوها ان هي تروح لوحدها بيسيبوا مملكة إرندل تحت حكم ملك الأقزام لحد ما يرجعوا من الغابة وهما ماشيين كان قاعد بيرغي زي العرف الطريق وكان قاعد يشرح لهم ازاي ان المياه لها زاكرة زيهم وبيوصلوا بعدها لحجز الضباب واللي كان بيمنع الناس من دخول الغابة بس إلسا بتستخدم السحر بتاعها وبيدخلوا كلهم لجوه الغابة وبعد كده الضباب بيقفل وراهم بيشوفوا جوه السد اللي جدهم كان بناها وكريستوف بيقول لهم ان السد ده لو حصلوا اي حاجة مملكة بتاعتهم كلها هتتدمر من المياه اللي وراها بعدها بتهجمهم قوى الهواء وبتضرب عليهم اعصار وإلسا بتستخدم قوتها وبتخرجهم برا العاصفة وبتحاول ان هي تجمد المياه اللي جواها علشان توقفها بتنجح فعلا ان هي تعمل كده والميا بتتجمد على شكل تباسي بيقول لهم ألف ان دي هي زاكرة المياه اللي كان بيقول لهم عليها بيشوفوا تمثال لوحدة وهي بتنقذ باباهم زي ما كان حكا لهم وفجأة بيهجم عليهم جنود من رندل كمان من نورسل ده واللي الضباب كان قافل عليهم جوه ومعرفيش انهم يخرجوا من ساعتهم بعدها إلسا بتقابل قوى النار وبتتصاحب عليها ودي كانت تاني قوة قابلها بعد الرياح اللي ضربتهم قبل كده ماركة نورسل ده بتلاحظ ان انا لابسة وشاح من بتوعهم ولما بتسألها عليه بتقول لها ان هو كان بتعممتها بيعرفوا ساعتها ان اللي أنقذ ابوهم زمان تبقى مامتهم وكانت لابسة نفس الوشاح ده وكده خلاص الاعداوة ما بين القابلتين هتنتهي علشان مامتهم ملكة ارندل طلقت من نورسل ده بالليل إلسا بتقعد مع بنت من نورسل ده وبتعرفها على الأرواح الأربعة وبتقول لها ان كمان فيه روح خمسة ودي هي اللي بتربطهم ببعض بس لحد تلوقتي ما حدش يعرفها وبتعرفها كمان من الصوت اللي هي بتسمعه دوا جاي من جوا النهر بتاخد إلسا أختها وقلف علشان يروحوا النهر وبيسيبوا كروستوف مع قبيلة مامتهم وهم في الطريق بيلقوا سفينة أهلهم اللي هي المفروض كانت تحطمت في الرحلة بحرية وماتوا فيها هما الاتنين وكانوا طبعا مستغربين ازاي حطم السفينة وصل لحد هنا من أعماق البحر بيدخلوا جوا وبيلاقوا رسالة من مامتهم عن آخر مكان في النهر وان ده مصدر قوة إلسا وسحرها بتسحب إلسا بسحرها الميا اللي جوا علشان تشوف الزاكرة بتاعتها وبتلاقي ان أهلها ضحوا بنفسهم علشانها وعلشان يلاقوا مصدر السحر بتاعها ويخلصوها منه وتقيش طبيعية زي ما كانت عايزة طبعا بتزعل جدا لما بتعرف كده وكانت حاسة ان هي السبب في موتهم انا بتتكلم معاها وبتقول لها ان لما ماما ساعدت عدوها الغابة اديتها هدية وكفقتها بالسحر اللي اديتها البنتها الكبيرة وان لو في حد هينقز رندل وكمان قبيلة نورسل ده هتبقي انتي وبس قالت لها طيب انا مقدرش اعرضك انت كمان للخطر وبتزحلقها هي وقوله انا بتعدي بعدها على ودي العمالقة الصخري اما إلسا بقى بتروح ناحية النهر وهي كانت راجبة حصان متكون من قوة المية بتوصل إلسا للنهر واللي كان متجمد وبتلاقي ان الصوت اللي بتسمعه فعلا بيطلع من هناك بتدخل إلسا على طول وبتكتشف ان هي الروح الخامسة اللي البنت قالت لها عليها والنهية اللي بتربطه للاربع قوة دول ببعض ساعتها بتقدر تتحكم في كل قوة تحكم كامل وبتقدر ان هي تشوف زاكرة المية القديمة من ايام الحربة ما بينهم وبين نورسلدة بتعرف ساعتها ان جدها الملك هو اللي غدر بملك نورسلدة وقتله لانه ما كانش واثق فيه علشان بيستخدموا قوة طبيعة وانه كان بنالهم السد دول علشان يضع في الغابة وساعتها يا إلسا كانت هتتجمد فبسرعة بتبعت رسالة لأختها قبل ما تتجمد وما تعرفش توصل لهم ايه اللي حصل فعلا زمان بتوصل الرسالة لانا وبتعرف اللي جدها عمله وبتعرف ان علشان ينقذوا الغابة لازم يهدوا السد واللي زي ما كريستوف قال لهم انه هو ممكن يغلق قريند بلدهم كلها بتلاقي كمان انه قلف بيتفكك فبتفهم ان إلسا هي كمان بتموت وبتفكر انا في خطة وفعلا بتنفذها بتروح ناحية العمالقة الصخريين وبتصحيهم وبتركب هي وكريستوف على حيوان الرنة وبيجروا بسرعة ناحية السد علشان العمالقة وهم بيجروا وراهم يروحوا ناحية السد ويهدوه وتنقذ اختها والغابة حاول الجنود بتوع رندل ان هم يمنعوها بس هي بتعرفهم ان إلسا ضحت بنفسها علشان تكتشف خيانة جدها وان هم لازم يساعدوها علشان ينقذوا الغابة اللي هم ضمروها بيساعدها الجنود فعلا وبيجذبوا العمالقة ناحية السد واللي بيرموه بحجارة كبيرة لحد ما بيتهد والمية اللي وراه بتتحرر بتظهر علامة القوة الاربعة والقوة الخامسة اللي هي إلسا اللي بتجبعهم ببعض بتتحرر إلسا ساعتها من الجليل وبتستخدم روح المية ان هي توصل لبلدها إرندل بتعمل حجز كبير جدا من التلج بيمنع اي مية ان هي تدمر البلد وبعدها بيخطف الضباق وبتدخل الشمس للغابة مرة تانية بترجع لأختها أنا وبتطمنها المملكة بتاعتهم وبتشكرها ان هي كانت شجاعة وقدرت تتصرف وتنقذ الناس دي كلها من لعنة فضلت سنين كتير ومرة تانية بترجع تبني ألف بعد مساح وهي متجمدة بتكرر إلسا ان هي تفضل مع الشعب بتاع مامتها وبتفل بحكم ارندل لأختها أنا شكرا ليكم كم وصلت نهاية فيلمنا يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وقالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا أول بأول ترجمة نانسي قنقر